بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على نبينا محمد الحالة السابعة عبارة عن مريضة عمرها 30 سنة اجت على العيادة بتشكي من هذا الانتفاخ اللي وصل رح نوصفه كالتالي هو عبارة عن انتفاخ واضح جدا انه كبير على الجهة اليمين في الماندبل من وجهها ومنلاحظ انه هذا الانتفاخ كبير لدرجة انه ماشي لتحت مستوى لتشين ب2 ل3 سنتيميتر تمام ومنلاحظ انه كمان بلش من منطقة الفاصلة بين الرايط والليفت سايد وكمان لعند منطقة البريروكلر اريا فهو هذا هاي حدود هاي الليجين تمام فهي الليجين كبير نسأ الله العفو العافي الليجين هاي جماعة الى ثمن شهور منبلش تكبار فبالتالي يعني حجم كبير بفترة قصيرة فمنبلش نخاف من شاء ماليقنسي واخبار عن المريضة او احنا نوخذ ستورينها عملت اكستراكشن للأسناف اللوارات بستيريال ريجن ستورينها عملت بشكل تدريجي في الحجم لا حدث ستورينها عملت بشكل تدريجي في الحجم ما عمرو صار معها تراما انه نشك انه الانتفاخ من التراما ما في عندها اشي بالعائلة على العين زي ما بيحكوا او رلاتد لها ضائل انتفاخ او يخليني اربط شيء بشيء اخر حدث ستورينها عملت بشكل تدريجي في حجمة اكستيدي من سعجام 2-3 سنتمتر ستورينها عملت بشكل تدريجي من جنب الكرام يبدأ من جنبين من اولاد لاحظو b بدونها عملت أيضا بشكل تدريجي لوحصل انتيري بستيريار اتميج 12-9 سنتيمتر كبير كبير نظام الناس لا يوجد الكثير من التهاب يعني الناس ليس عبارة عن التهاب وصلت الفكرة ليس عبارة عن التهاب فقط بوردرز سويلينغ وير وير بورلي دماركيتد والتمبرشر تبعت الناس كل هذا اكسترا أوريجن تمام والتمبرشر تبعت الناس نظام الناس انتيريار الناس الديفايند ديفيوز ألسراتد بروليفيراتد ليجيند الديفايند ليس واضحة الحدود المعالي من بعد الليجين وديفيوز ألسراتد فيها قرحة يعني كأنه كان يعود بالأسنان العلوية على السفلية ومتقرح هذا الورم وصلت الفكرة بروليفيراتد وهي متضاعفية الليجين وقاعدة تكبر مع الوقت ليجين بكال اندلينجوال مستيبولة سبيسز عفوا مستيبولة بيوز ميوكوز ميوكوز الميوكوز المغطي المغطية من فوق ملتهبة بإختصار وهي واضحة بكل تضاريص الأسنان العلوية يعني واضح أنه كأنه يضغط على هاي الليل لو صدت الفكرة طيب ايش عندهم كمان واجعها لما ضغطنا عليه وقوام وصلب من 3-3 طيب من 3-3 يعني من 3-3 اللى ها هو الكلاين اللى على هذا الزف بPress 3-3 ومشى لعند الفور 7 كل ها الأسنان اللى لهون كانت ادخلخل وقريد او وي الان نقوم بكافة ميجلنسي طبعا لانه رموها سريع وفترة بسيطة و Его ماتفتة وغيرها من الأعراض وظيفرة كمان تأكد من الوضوعة بشكل أكبر وتازل الابروبريات نكسته اشي بالعضل زي ما حكينا مش عارفين نشي هون واحضر صورة اشياء بك بداية راديوغرافيك اجزامناشن ديفيوز راديو اوباسيتي يعني فيها بيضاد اصلا احنا بوان باثولوجي يعني اغلب الليجينز تبعونا حتكون نسيج عظمي قاعد تكاثر بشكل او باخر نوع معي من الخلايا العظمية حتكون راديو اوباسيتي في غالب الاحيان والسان بيرست أبيرنز زي ما حكت لكم في الباثة وحلو نعرف الأبيرنزز ونركز عليها ونعرفوا بأي مرة بتكون موجودة فهذا الأبيرنز فعليا يعني هيك زي الشمس زي الشعع زي هيك فهو اسموه بسموه On right side of mandible extending from 45 to 48 هذا كيف وصفناها من الصورة من السكند بري مولر لالثيرد مولر وصلت الفكرة بكل بساطة بريدونت الوايدنينج مش كثير مبين البريدونت اللي هو بريدونت الوايدنينج بس هون مش كثير مبين في هاي الصورة two root fragments مولود بالصورة محل الأشياء اللي خلعتهن محل الأسنان اللي خلعتهن و two missing teeth وفي عندها سنين مش موجودات أو مفقودة طيب أكثر اشي همني بهاي الصورة صحيح وصفنا وصف كثير وأسنان مفقودة وأسنان مخلوعة وإلى آخره ولكن هذا اللي يهمني sun pierced abrance طيب نروح السيتيس نشوف شو يهمني منها bone forming mass of eight بأربعة سنتيمتر arising from right mandible with sun pierced periosteal reaction not breaking lingual border of mandible هو مش محطة بال lingual border لساته زي ما بتحكي وعامل هاضه sun pierced abrance اللي زي ما احنا شايفينه هم وابعاد هذي اللي يجين كبيره externally it extended sub cutaneous tissue واصلة اللي هو النسيج اللي هو sub cutaneous اللي يجي تحت الجل تمام ونحنا نسيج عندنا cutaneous و sub cutaneous وبعدين نسيج عندنا نسيج العضلي والعظيم طيب superiorly the legion extended to maxillary alveolus and inferiorly to sub medibular soft tissue تخيلين من تحت واصلة sub medibular soft tissue ومن فوق واصلة maxillary alveolus هاي يعني زي ما بتحكيوا قاعد بس بوصف حدودها لوين واصلة عموما هاي صورة ثلاثية الابعاد وبتوضح لنا اللي بدي تتخيلوا انه هاي صورة طبيعية مريض مرجع رأس اللورة هون يجينا يا جماعة بصورة بي نطلع على المريض من تحت يعني فعارفين ايش هاي؟ هاي المانديبل بس انا حط المريض فوقي وبتطلع عليه من تحت وصلت الفكرة هاي المانديبل ونسأل الله العفو العافية كل هاي اللي انا محوط عليها هاي الليجن شافوا الاكستنشن تبعتها كداش كبيرة في الغالب هي والله عليها تكون ماليقنسي طبعا هسب الخصائص سرعة النمو وصورة الاشعة والدستركشن اللي عملته وإلى آخره كل استيشتبهات ستكون ماليقنسي وصلت استيو ساركومو كنا نتحدث عن ماليقنسي ساركومو من الكني كتفتشو والبون احدا اوكي وكارس المو من انه اشي من الابيثيليم استيو ساركومو كوندرو ساركومو او ان يمزن كائم من ماليقنسي قوزين برياستيال رياكشن لانه احنا اللي شايفين انه صار في برياستيال تمت في تكوين نسيج عظمي بشكر رهيب عمل هذا الانتفاخ الصلب القاسي واللي عمل لي على اشيعة منظر السن بيرست أبيرانس اوكي طبعا بس العلمي هذا المنظر حلو ودايجنوشتك وفي اكثر من ليجين فيها هذا المنظر لكن مش بالضرورة كل ليجين او كل ماليجن بونتيومور انه اشفي هذا المنظر تمام هاو شود دياجنوشت بيكو نفيرم طبعا صورة الاشعة عطتني انديكاشن ولكن ما وصلت للنهاية فباخد بايوبسي انسيجنال لانها اللي يجيني كبيرة غلط استقصلها وانا لسه مش عارف شو هي دو اول استيو ساركوماز كوز سن بيرست أبيرانس لا بس خمس وعشرين بالمية من الاستيو ساركوماز هم اللي بيعملوا هذا السن بيرست أبيرانس هستو بثلاج بعد ما اخد الانسيجنال بايوبسي اجماع السلطانات يعني فيها شغلات كثير مشتركة اللي هي بتكون الخلايا احجامها مش متوافقة احجام الانوية مش متوافقة اوكي زي ما هو واضح واكثر اشي دياجنوستيك في هذا اللي يمكن ينسأل عنه هو هاي الاشياء اللي زي هون تمام هذا ما يسمى الاستيويد تمام هذا الاشي اللي موجود هون اسمه ايش نحفظ شكله ومنظره وين بيكون استيويد تمام وايش المادة اللي فيه او شو قاعد بصير فيه كالسيفيكيشن تمام اوكي وفي اكثر من استيويد في هاي اللي يجن لكن هذا اوضح واحد خلينا نحكي وهو اللي قاعد بصير فيه يعني بلش يصير كالسيفيكيشن بشكل شو واضح اوكي غير هيك خلنكمل باقي الشغلات هايبر سيليولر ارياز وفي سبندل شاب الاستيو بلاست وذ مليجرنت تيومور استيويد فورميشن هادو مهم الاشي اللي احسا ورجتكم اياه شوينغ فرياب الايايز او منيرايزايشن فياتو مناطق مبلش يصير فيها كالسيفيكيشن او منيرايزايشن تيومورسلز اكزيبيتاد ماركت بليومورفزم شو يعني بليومورفزم زي ما حكيت لكم احجام الانوية والخلايا واشكالها مختلفة زي ما تشوفوا ما في تجانس بترتيب الخلايا ولا احجامها ولا حتى احجام الانوية اوكي في خلايا انويتها صغيرة في خلايا انويتها كبيرة وهي كذا هذه برضو خاصية منشوفها بشكل عام في كثير سلطانات اللي هو لما ناخد بيوبسي بيكون فيش اسمه يعني انه خلية في احد اطوار الانقسام يعني ممكن تشوف هيك انت هيك خلية عاملة زي هيك هيك تخصر ومبلشة تنقسم لخليتين هذا يسموه مايتوتك فيجر ونستدر منه انه فيه مايتوتك اكتيفيتي لانه السلطانة عفو العافية عفونا الله وإياكم وعافو احبابنا سريع الانقسام فممكن في اللحظة اللي اخدنا فيها البيوبسي كانت خلايا على شكل انقسام فبنستمتر انه فيه مايتوتك اكتيفيتي ولكن ايضا هون اذا بدنا ندور على خلية زي هيك فمش واضح الصورة مع الاسف بس على العموم هاي الشغلات بتكون موجودة 展 promised the legion was diagnosed as osteoplastic osteo sarcoma او ما يسمى Osteogenic sarcoma وحكيتلكم what is the material indicated in the arrow وشو المaterial المaterial 얼굴's classification what is treatment طبعان يا جماعة الامر طلعوا ضخامته اكيتك تعمل объeilش بالأهاجع ApproximOut بالأهاجع لا يوجد سرطان خبيث بطبيعته خبيث فنستخدم علاج كيماوي او علاج اشعاية او الاثنين مع بعض طيب الحال الثامنة والاخيرة نحكي عن زلمة او عفو الامرأة او عمرها 42 سنة اللي تشفكم من التبعتها عندها ألم عندها ايش بص البص دل على وجود انفكشن في المنطقة from right lower jaw for 3 months حلو اذا ايجات تحكيلي حاجسة انه او بطلع قيح كده من المنطقة من المندب العالمين قل قدش يقول له بس اعلي تحكيلي تحكيلي له ثلاث شهور history of fracture of left lower limb عندها كسر بطرفها اللي هو الشمال و هكذا المهم في عندها كسر بالعظام when there is a pus we are dealing with infection كما قلت لكم انتفاخات افرازات قيحية وصديدية كائن سنان انتفاخات انتفاخات افرازات قيحية وصديدية افرازات قيحية افرازات قيحية في المنديبول على اليمين ما هي انتفاخات صور الالها إنها ليست مضحة ولكن أكيد سنننجدها صورة اشعة المنديبول جينيراليز انكليز ان راديو دنسيتي افرازات مجزيلة وين انكليز هذا ؟ دعونا نظر الى صورة انكليز مرى كيف عظم المجزيل هون بينما نرى كيف عظام المجزيل زايدة هذا فأنا لم أرى نرى عندما اخذت صورة اشعة ولكن فعلياً، لكن ركزوا معي، أنا مشكلتي وين يا جماعة؟ اللي تشوفكم بلين تبعتها وين؟ في هذه المنطق، لكن سبحان الله كلا شفنا اشي فسينما بيحكوها رب ضارة النافعة صح ولا لا؟ تمام، خلنا نكمل نشوف شو هادة طب الأشياء الراديو اوباستيز هاي اللي شفناها أو راديو دنسيتي، دمكزيلا و باندبل والأب نورمال ترابيكولر باترن و ديمنشت مروس بيسيز ايضاً لقنا ملتبل الريمانينجروتس أنت ديكاية تيث، يعني بيختصار بعد أور الهيجين هذا مثلاً ريمانينجروت، هذا أيضاً ريمانينجروت، هاي انتمام وتسوّسات في الأسنان زي هذا السن اللي فيها تتسوّس وهذا فيها تتسوّس، وإلى آخره طيب، ملتبل الريمانينجروت ماكزيلي سينسوير هايبو بلاستيك فوق، صغير هايبو بلايجيا بوليهيلينج إكستراكشن سوكتس هاي اللي بتهمني لأنه اللي تشيفكم بلين تبعها للمريضة اللي جاي فيها بص وفيها ألم هون في هذه المنطقة خلع، والسوكت مش عام ليهيلينج تمام، إن لور رايد كوادران وإذن، كأنه في عنا بقايا عظمية تمام إذن، كأنه في عنا بقايا عظمية، فتاة عظمية، وإلى آخره وفي حوالي، اسوداد الريديولوسنسي The process is called Osteomyelitis هون بس بدنا نركز إذن، الالتهاب اللي اللي ينشأ بعد ما انخلع وضل في بونيسيكوسترا، وعمل هذا التفاعل سيطلع بس، شو اسمه يا جماعة Osteomyelitis هذا الالتهاب، هذا الحلو في الموضوع هو اللي عامل لها الألم وعامل لها الصديد، اللي قاعد كانت تشوف وينزال، تمام؟ حسنا بس الحلو انه هاد دني على الاشي كثير كبير ماشي وجود انفكشن زي هاي بسبب اكستراكشن بدل على انه في عنا مشكلة في عظام الفك أصلا حفزت وسهلت انه يصير هذا ال Osteomyelitis هذا معنى كلام انه Osteomyelitis secondary and infection of pre-existing bone condition مثل شو؟ زي Osteopetrosis تمام يا جماعة؟ اذا مثل Osteopetrosis وفي Osteopetrosis صار اللي هو عنا حاليا انه البون زادت كثافته وصار ايش؟ يعني مور دنس أو أوفر دنس بس هناك ان هذا اشي طبعا ابنورمال تمام؟ What is the cause of chief complaint؟ ها سؤال حلو شو اللي سببه لها الوجع والكذا؟ هل سبب الهيال Osteopetrosis ولا Osteomyelitis لا طبعا سبب الهيال Osteomyelitis هو اللي موجعها لالتهاب Osteomyelitis تمام؟ وصلت الفكرة عشان بس ما تخربطوا ومنه اكتشفنا انه في مشكلة وكنتشين في البون اللي هو Osteopetrosis اللي هو جود دنسية زيادة بالعضم She was referred for Sequestrictomy عشان نشيل هذا يعني هاي الليجن ولكن نشوف انه مع الاسف She was referred متأخرة Unfortunately The life of three months in surgical treatment Resulted in severe osteomyelitis هذا اللي كان هيك طلعوا كيف صار بعد ثلاث شهور واصل لجوه جوه تمام؟ في العظم طبعا In the region And spread over And spread of the infection Into the sub-modemular space Pandoramic radiograph 3 months later كيف الانفكشن كبرانة Not the spread of osteomyelitis below inferior alveolar canal مع الاسف And presence of sequestra لهاي الكسرات العظمية أو البقاء العظمية باشنة كانت قادمت طبعا هاي بدها ايش؟ إدخال تمام؟ حيو عندما توصل للسب-modemular space بالتالي هي ايش؟ serious infection و لابد من ادخالها الى المستشفى الهناية الطبية تمام؟ كيف نرى الضخام مثل هذه همتولوجيك تست ولوذن نورمي المتصفح وصاد دم طلع طبيعية أخذ صورة الأشعة عدودتي مرتفع وصاد دمية صغيرا وصوصة والسواد زيادة في الكثافة العظمية من كثافة العظمية a throw out the thoracic cage and both clavicular bones تلحقي ومد اعطائها كلهم كثافتهم العظمية زائدة سبسكوينت لباشنتو انترافيرنس انتيبيوتكس أعطوها مضادات حيوية بالوريد بعد ذلك سكوستيكتومي و دبرايمنت كانت بارفورم طيب بعد ما عملوها هاي العملية أعطوها مضادات حيوية بالوريد نو افدنس و لما تابعوه لمدة ثلاث سنوات الحمد لله ما فيه الكرنس افدنس وي هاو تايبس اف استيوبيتروسيس طبعا هذا من النظري بس حلونا نكون عاد فينه هس الاستيوبيتروسيس احسنتم يعني احنا تحليلاتنا كانت ممتازة لما اخذنا لها صورة الاشعة بسبب شكوها فاكتشفنا يعني دايما لما تاخد اشعة على منطقة معينة فتح لكل اشي ممكن يكون هاد الاشي اشارة لاشي موجود وما يلو اعراض وصلت الفكرة لانه هاد الاستيو ميلايتس تمام اللي كاين عندها اعطاني اشارة للأستيوبيتروسيس ورجاني هاي الراديو أباسيتيز اللي مش طبيعية وانه فيه اشي أبنرمل بالفك وانه هاد الاستيوبيتروسيس هو سكندر انفكشن للأستيوبيتروسيس تمام فالمهم لأستيوبيتروسيس نوعي النوع حميد ونوع خبيث النوع الحميد الخبيث تحفون له الانفان الانفان تايل او المليجنانت او تايب هان طبعا البروغنوسيس اسوأ تحسن المريض وحالته طبعا بتكون الاسوأ واسوأ من النوع الثاني اكيد ازيت الفكتس تبون مرو اوكي بدي تسمعوا تحفظوا تفهموا من هسا لما تسمع انه البون مرو تأثر اعرف انه المناعة تأثرت ليش يا جماعة ليش لأنه كل فلايا المناعة الـ WBC بتصنعوا وين في نخاء العظم تقول اذا مرد نخاء العظم وتأثر تأثر المناعة تأثر مزجاجا لأنها تحسن المنشفة لأنها تحتفظ من الأمم وانيميا وانيما لعصة ومثال ومثال تحدث بشكل وفي نخاء العظم حسنا النوع الثاني بعد أن نخاء العظم النوع الثاني هو الأدل أو البينام تحسن المنشفة في عمره متأخر لسه تدخل و and the bone is fragile despite being dense and osteoporosis is osteoporosis, and the adult is blind and not the weak so that's it, we've done this and we've done this but as a quick example, as a sound sound, we don't have any problems and we have radio density so that's what we're talking about idiopathic osteoporosis and osteoporosis is unknown so we found that we have a certain amount of weight but when we found it, we found it and there's radio opacity in other areas so what do we need to do? we need to be either the body or the body from osteoporosis and we know from the history of the patient what do we need to do? we need to do this what is this? it's osteoid what is the material? it's calcification what is the material? it's calcification the legion it's very small and it's very small and it's very small and these are the pictures that we can see from below the patient and what is the name of the patient? it's sun pierced appearance it's 25% of osteoporosis and this is osteoporosis and this is osteoporosis and these are the pictures I think it's easy and easy and these are the hystola which is juvenile hystola which is juvenile hystola these are the things that can help me to be and it's like it's like what is the samomatoid samomatoid bodies or samomabodies or samoma bodies the corresponds to the point that it's a lot of muscle from the patient and where is the blood this is a tissue and blood and there are many giant cells and these cells are called nucleated هذا يا جماعة aneurysmal bone cyst فلما يكونوا مجتمعات نأخذ سكشن من أكثر منطقة ويطلعون لها در التنتين بيكون التشخيص جوفينايل أسفاينج فيبروما وهي Samomatoid variant with aneurysmal bone cyst طيب وهكذا يا جماعة يعني بالنهاية بصف الواحد يقوم بعمر المريض صورة الريد وصورة الهستو ويجاوب سريعا جدا كما قلنا هذه الخطوط هي Reversal Lines تعملي منظر الفوسيفساء أو ما يسمى جيكسو بزل هذا هو Diagnostic Natural Budgets disease of bone أحد الأشياء المهمة بال Budgets disease of bone هو هذا المنظر الذي نرى بصورة الأشعة Cotton wool appearance تمام يا جماعة هذه أهم التذكيرات عندما يأتي بيشانت عنده الكلافيكلز رايحة أو جدا صغيرة فقدر يخلي الكتاف تلتقي مع بعض وأعمل له صورة أحد العلامات لهذا المرض أنه عنده سيبرنيمرورتيف مانع الأسنان الدائم يكون عنده mixed dentition مع أنه كبير وهكذا هون خلص التشخيص يكون جدا واضح مشكلتي به الكلافيكلز فرح يكون أول كلمة منه كلييدو إيش في عندي كمان عندي تغيرات بالسكل فبالتالي سفلك تمام هي كلييدو كرانيال تمام يا جماعة وهكذا بالتوفيق إن شاء الله وربنا يفتح عليكم ونشوفكم أخير إن شاء الله موسيقى موسيقى